ترجمة نانسي قنقر في بداية الندوة ألقى العميد فوازي الحسن نائب كلمة قال فيها إن الخطط الوطنية التي أطلق مبادئها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية تحت شعار بحريننا قد استمدت من الرؤية الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدح فضه الله ورعا مع بداية العهد الإصلاحي والقائمة على تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة ونشر التسامح والتعايش والاعتدال وقد أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة دعم رئيس الأمن العام المستمر لبرامج وفعاليات الأكاديمية بما يسهم في تحقيق رسالتها في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية في إطار من القيم والمبادئ السامية والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد البحرينية العربية الأصيلة وتعميق الوعي الوطني ترجمة نانسي قنقر